الشرط الأول هو أنه إذا كان زوجين مزوجين خاصهم يكونوا مسلمين إذا لم يكن مزوجين كانت غير مرأة حيث الرجل بوحده لا يمكن أن يتكفل إذن لم يكن مزوجين وكانت مرأة بوحدها وبغاد تتكفل سواء مطلقة أو أرمالة أو عازبة وكانت تكفل سواء موسلمة وشرط ثاني هو أنهم يكونوا بلغين سن القانوني سن الرجل القانوني يعني يرى 18 العام للفوق تمكن لك تكفل بوليد ولا بنيتها ما يمكنش يكون ما يكونش سبق عليهم واحد الحكم كيمس بالأخلاق حول الحكم نهائي يعني على واحد الجريمة كتمس بالأخلاق أو جريمة ارتكبت ضد الأطفال هي العنف هي هاتك عرض هي إداء الأطفال لهذا السيدة اللي غادي تكفل بوليد ولا بنيتها ولا هات الزوجين غايتكفلوا خاصهم يكونوا سليمين أو تكون سليمة من الأمراض المعدية ها؟ أو المانعة من تحمل المسؤولية وأخيرا ما خش يكون بين هات الزوجين اللي غايتكفلوا بهذا الوليد ولا بنيتها ولا هات السيدة اللي غايتكفل بهذا الوليد ولا بنيتها ما يكونش بينهم وبين هات الطفل والطفل اللي غايتكفلوا بيها واحد نزاع اشتركوا في القناة